عادة هتتحدث بشكل رائع جدا عن الحكام اللي بيشتغلوا بعاك الحكام المصريين بس السؤال المباشر ليش دلوقتي وحنا دائما نتحدث عن هذا الأمر في مصر هنا إن الحكام المصريين لا يقلوا عن الحكام في العالم إنت شفت الحكام المصريين ناقسهم إيه عن الحكام مثلا اللي موجودين في أوروبا أو في إنجلترا النواقس اللي عند الحكم المصري اللي تخليه ما يختلفش أبدا عن حكام موجود في دور أوروبي كبير ينقصهم بعض الحاجات البسيطة الحكم القوي مش فقط القرارات جوه الملعب هي اللي بيتوقف عليها لا لازم يكون ممتاز ممتاز جدا في القوانين بتاعة المتشاط لازم يكون بيكلم اللغة الإنجليزية كويس جدا لأن كل كورسات الفيفا بالإنجليش لازم يكون بدنيا كويس جدا لازم علاقته بالمدربين وعلاقته باللعيبة تكون كويسة جدا فطبعا فيه أكثر من حتى لازم الحكام يكونوا يتطوروا نفسهم فيها فطبعا مثلا خليني أقولك 20% من الحكام لم يتم لم يتم لم يتم يعني معدوش الستست البدني الاختبارات البدنية فدي أقل حاجة المفروض أن الحكم الحكم يكون متوافق معها أو يكون مزبوط فيها وطبعا بتواجدنا وبتواجد اللجنة احنا تكلمنا مع الحكام فطبعا هما قالوا أن احنا عايزين نبقى أفضل من كده ونحتاجين نتطور من كده فطبعا هما تفقوا على التطوير من هكذا فطبعا اتكلمنا طبعا معهم وقلنا لهم أن علشان نتطور وعلشان نوصل للعالمية ونوصل أن احنا نبقى حكام من فيفا أو من بطولة أفريقيا عايزين نوصل أن احنا نبقى حكام نروح كاس العالم فطبعا لازم بمساعدة بلدنا وبمساعدة الاتحاد لازم نتطور من نفسنا ولازم نكون منفتحين إن نحنا نشتغل منفتحين إن نحنا نتطور منفتحين إن نحنا نشتغل أكتر ونتطور أكتر ونتعلم أكتر وطبعا إحنا من غير الخدم داوت أو من غير إن نحنا نكون متفققين على داوت احنا عمرنا ما هنوصل للأعلى فعلشان كده اتفقنا على إن نحنا محتاجين نتطور من دا كله تخذت خطوة أنا كريم أشدت بيها جدا هنا في البرنامج وما أعرفش وصلك هو لا وأعلم أن فيه اختلافات معاك بسببها من أعضاء سابقين أو حاليين في لجنة الحكام وبعض الحكام كمان اختلفوا على هذا الأمر فكرة أنك عملت تقسيمات للحكام أو فئات للحكام واشتغلت على فئة معينة هي اللي هتشتغل في دوري الممتاز دوري الدرجة الأولى وعملت لهم ترتيبة معينة ونشرتها هنا وأعلنتها هنا خطوة لماذا اتخذتها؟ لماذا فكرت في هذا الأمر؟ رغم الاختلافات اللي حصلت معاك وأنا أعلم جيدا أنه كان فيه اختلافات في رأيك كثيرا في هذا الأمر طيب الناس طبعا ممكن يعجبهم القرار أو ممكن ما يعجبهمش وده طبعا حقهم لما كنت وصلت هنا مصر كان في 360 حكم في التصنيف ألف الماتشات تقريبا بتاعة الدوري أو الدوري النيل حوالي 306 ماتش مع 360 حكم كل حكم هيحكم ماتش واحد في الدوري أو في الموسم وده طبعا يعني هيبقى صعب جدا أنه هيبقى في حكم يحكم ماتش واحد بس في الموسم تخيل كده لو كتر محمس الله لعب ماتش واحد بس في الموسم خيل لو كريستيانو أو ماسي لعبوا ماتش واحد بس في الموسم فهم لازم يلعبوا مش أقل من 30-35 ماتش في الموسم فطبعا لما تكلمنا مع كوتش هوي فيتوريا وكوتش ميكالي أن اللعيبة اللي هكون بتلعب في الدوري النيل فطبعا اتكلمت معهم وشفت هما ازاي بيدوروا على اللعيبة اللي بيختاروا بيها اللعيبة من دوري النيل في حوالي 60 حارس مرمى في دوري النيل فهم ازاي بيدوروا أو ازاي بينطقوا حراس المرمى فهم تقريبا بيأخذوا 4 حراس مرمى فقط فهم بيتفرجوا على آخر 36 ماتش تقريبا بيتفرجوا على 36 حارس مرمى ويبدأوا يحددوا مين اللي هيتاخد منه فطبعا احنا اخذنا الطريقة ديت وطبقناها على الحكام فطبعا هيبقى في حكام لدوري النيل وبعد كده هيبقى في حكام لدوري الدرجة الاولى وبعد كده هيبقى للدرجات الاخرى وعلشان يبقى في آخر الموسم هيكون الحكام اللي قدروا يتواصلوا في اكتر او قدروا يحكموا في اكتر من ماتش في الموسم هما دول اللي هيبقوا بيترقوا لانه هما هيبقوا حكام افضل وهما دول اللي هيقدروا يروحوا لبطولات العالمية والبطولات الافريقية لانه ده طريقة اعداد الحكم انه هو يبقى افضل ودي كانت نقطة من النقطة اللي احنا كنا بنطورها في التحكيم المصري ودي نقطة احنا اتفقنا فيها وطبقناها زي ما كنا بنشوف في التنظيم للحكام في افريقيا وفي اكتر من بلد او اكتر من قارة وده طبعا هيدي كل الحكام الروح القوية وهيديهم كل التشجيع وطبعا ده هيخليهم دايما مثقلين ودايما جاهزين ان هما يديروا ماتشاط قوية هل تلقى الدعم الكامل من اتحاد الكرة المصري بخصوص قراراتك الواضحة والصريحة ولا بعض الاوقات اتحاد الكرة يتناقش معاك في هذه الكرارات مثل مثلا تعيين لجنة جديدة للجنة الحكام وعضاء جهة الحكام هل اتحاد الكرة يتدخل في هذا الامر هل يتدخل معاك في القرار بانك تعمل الحكام مأفئات طبعا بيساعدوني جدا وطبعا احنا اتفقنا على اكتر من نقطة علشان الخطة نقدر نوصلها ونقدر ننفذها وطبعا اتفقنا على كل الكورس والسيمينار الحكام بقالنا فترة بنخلي الحكام يحضروها وهكذا وطبعا زائد بقى ان الاتحاد بيساعدنا ان احنا نعمل كورس انجليش للحكام علشان نطور من النقطة ديت وطبعا في اخر اسبوعين للموسم احنا بدأنا وعملنا اجتماعات مع الحكام علشان نتكلم في كل الحصل في الماتشات طبعا جنب دوت هنبدأ نعمل اجتماعات تانية وهنعمل امتحانات او شغل عملي على ايه اللي بيحصل وطبعا كل المصطلحات وكل الحاجات اللي المفروض الحكم يكون محتاجوا في الملعب او في الحياة كحكم وطبعا احنا هنقدر او هنوصل بكده ان احنا نوصل للناس كلها ان هما يقدروا يشوفوا ازاي الحكم دوت مؤهل ان هو يدير المتشاط